منذ اقتحام فيروس كورونا لحدود العراق وانتشاره في مدن البلاد المختلفة من شماله إلى جنوبه برزت المطالب الرسمية وغير الرسمية بضرورة إغلاق الحدود البرية مع إيران كونها من البلدان التي تم تصنيفها على أنها بؤرة لتفشي فيروس كورونا في المنطقة ومن أقصى شمال العراق لم يكن الأهالي بمنأة عن دخول الوباء القادم من طهران لا سيما محافظة السليمانية بإقليم كردستان والتي أكد مسؤولون أن السبب الأساس لتزايد الإصابات هو التمس المباشر جغرافيا واجتماعيا واقتصاديا مع الحدود الإيرانية إضافة إلى التخوف الكبير من اختلاط المزارعين في المناطق الحدودية وجود قلق كبير للسلطات الصحية في كردستان والأسباب الثانية أكد أسباب ثانوية أسباب الأولى في منطقتنا منطقة البينجون هو تمس تقريبا مع دولة التجارة في الإيران وأكد علاقات اجتماعية خوية وعلاقات تجارية مع دولة الإيران هاي السبب يعني وجود اختلاط مع الناس ومع التجارين والسائقين للبوابات المنافذ الرسمية والحدودية مع العراق أهل قضاء بنجوين طالبوا جميع المواطنين بطرورة اتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والقفزات الطبية عند التعامل مع الزوار والتجار وسائقي الشاحنات الإيرانيين ومع ازدياد التحذيرات من انهيار المنظومة الصحية ودخول العراقين مرحلة ذروة تفشي الوباء وتحول البلاد إلى بؤرة له وفق بصادر صحية أممية وسط تزايد مساعي طهران لفتح المنافذ الحدودية لضمان تسويق بضائعها إلى الأسواق العراقية يبقى أمل العراقيين موجها إلى حكومتهم لمضع مصلحة البلاد فوق أي مصالح أخرى اشتركوا في القناة